ما حكم بيع السراوين؟ وهل يلغم إخبار المشتري لها عن حكم إسبالها أسنى الكعبين؟ وذذاكم الله خيرا السروال إذا كان واسعا فضفاضا غير شفاف وليس مما يختص به الكفار في أزيائهم فلا حرج في لبسه وبيعه لأنه انتفى فيه تحجيم العورة ولم يعد من خصائص لباس الكفار أما حكم الإسبال فقد تقدم في فتوى سابقة برقم ست وعشرين وثلاثمائة ويشرع إخبار المشتري للقميس والسروال عن القدر الزائد عن لابسه لتناول لفظ نهي له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يحب المسبل عملا بواجب النصيحة وبمقتضى الأخوة الإيمانية المتجلية في محبته للغير ما يحبه لنفسه